أمام قادة 55 دولة إسلامية وعربية مجتمعة في الرياضة السعودية وقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطيباً ليعلن من هناك أن ما يسمى اليوم مكافحة الإرهاب ليست حرباً بين الأديان هذه ليست معركة بين مختلف الديانات أو الأعراق أو الحضارات هذه معركة بين مجرمين همجيين يريدون هدر دم الأبرياء باسم الدين لكن لم ينجو الإسلام من الخطاب الملهم الذي وعد به الرجل الأشقر عقب تسلمه مهامه في البيت الأبيض إذ أوصى الدول العربية والإسلامية بمكافحة ما سمه حرفياً التطرف الإسلامي الوصية ترامبية تجاوزت الأمر إلى دعوة الزعماء والملوك إلى أن يكونوا ملكيين أكثر من ترامب وأن لا ينتظروا العمسام ليسحق لهم العدو المتطرف والإرهابي بقواته بل أن يبادروا بأنفسهم إلى الوقوف بوجه التطرف الإسلامي والجماعات الإرهابية الإسلامية حسب وصفه الخيار بين مستقبلين وهذا خيار لا يمكن أن تطلع به الواد المتحدة الأمريكية مكانكم ولن ننجح معاً إلا إذا ما قضينا على الإرهابيين والمتطرفين أقضوا على المتطرفين أخرجوهم من الأماكن المقدسة من جماعتكم ومن أراضيكم المقدسة أخرجوهم من هذه الأرض وبذكر الأراضي المقدسة التي أتى ترامب على سيرتها مرتين وأوصى أن يخرج الإرهابيون منها فإن الخطاب الملهم قد أغفل تماماً أرض فلسطين العربية المحتلة من قبل محتل لم يصفه ترامب بالإرهابي ربما لأن الرجل لم يلهم تعريفاً آخر للإرهاب بل وجه سهمه إلى النظام الإيراني واتهمه بتأجيج الصراعات الطائفية ولكن لا يمكن ننجح في هذا إن لم نستهدف الدول التي توفر الإرهابيين ما يحتاجوه لا سيما نظاماً تسبب يخل بالاستقار في المنطقة وهنا أتحدث بالتحديد عن إيران منذ لبنان إلى العراق وإلى اليمن النظام الإيراني يمول ويشجع الميليشيات وجماعات المتطرفة التي تزرع الخرابة والقتل عبر المنطقة أما عن أسباب ذلك الاتهام فنهيك عن كون النظام الإيراني شريكاً أساسياً في قتل الشعب السوري فإن ترامب أشار بشكل مباشر في كلمته إلى أن من مسببات وصفه بالأرهاب هو عدائه للكيان الصيوني الذي طار إليه ترامب في ثاني محطة له بعد المملكة العربية السعودية